اشتركوا في القناة ده اول حاجة ده مع التوفير ربنا سبحانه وتعالى وده ما هلترك وانت ام كانت تعرفني ومن قرب انت عارف ان انا ليه هدف كرة القدم دي بعتبرها كل حاجة في حياتي شغلي تدريبي تركيزي ما بش حاجة بتشفتني عن شغل يعني ببقى عندي هدف واحد هو قدامي ببصه قدامي الغاز ابعث مدى الغاز ما ربنا يدينا في العم ان شاء الله ربنا يديك الصحة كده ونشوفك دايما متقلق اه مع مع ودي دجلة او مع اي فريق انت بتلعب فيه بصراحة بتبقى مؤسر جدا وبتعمل شغلي كويس جدا لكن برضو هكلمك في نقطة كابتان عصام برضو انت كبني ادم وكانسان اه انا عارف اللي انت بتحب التمرين جدا وبتتمرن كويس وبتحافظ على نفسك حتى مع مع سنك الحالي ولكن بيبقى فيه ساعات شعور كده جوه العب يقول يا كيف هي كده طموحات في كرة القدم تلين بص اقول لك حاجة يعني اه للا حاجة تمها كرة القدم و اه وربنا كريمنا بغلق و كل حاجة ما كانش بيتي ولادي يعيشوا في كل وقت حاجة كويسة اي مكان عايدين يروحوه اي اكيد هم بيصنوا المكان ده زي زي الكربز زي زي ما انا بصن الكربز اه اه لو قدت لك حاجة دي نعمة من عند ربنا صبحان الله وتعالى طبع طبعان حاجة اي جئ الواحد دي اصدقى هم عايز يقعد مع بيته و عايز يقعد مع اولاد و عايز يقعد مع امراضه و كل حاجةن هم بس والله يولا دي نعمة من عند ربنا و دي ب احمد ربنا و دي صل الركةان الشكر المستمع انه ربنا اعطيني نعمة من أننا زي ما قدت لك باشتغل وبقتهد وووووو حاعت أن انا عايز أعمل حاجات اكتر اكتر من المكون ما بعمل نفسي بعمل لبلدي بعمل لبلدي بعمل حاجة ان يبقى ابعت مدى مصري بقى فاق لاعب او حارس او اي حد يدفع اسم مصر ان هو بيحطم ارقام كاسية عصام الحضري لسه بيفكر ان هو يلعب منتخب مصر زي ما قلت بص يا بص يا كريم موضوع المنتخب ده عشان بس نتكلف عشان بس لان هو موضوع ده يعني عايز اوضح للناس كلها اللي بيحب عصام الحضري يعف ان عصام الحضري ده بيحب ده بلده وبيصند وحاضح حفظ الاسم مصر لغاية اخر يوم بابا ابي يعني ببطى الكورة اي اه قبل كل شيء انا اه موضوع منتخب مصر انا بقول للناس كلها وبقول لزميلي انا عطيت لبلدي كتير اه وكملت مسيرة ولو في حراس مرمى تانية او لعبة تانية بتيجي بيكمل مسيرة منتخب مصر وبيكمل مسيرتنا في حاجة احنا بنعتز فيها وحياة فريسة صرامة اللعب اللي موجود بيقدر يحافظ على البلد وانا كأن عصام الحضري موجود بحافظ على البلد وكأن بلعب ايو وانا مفيش وانا اذا موضوع لك انا مصددش الأمر خالص لان انا بشتغل لدليل زي موضوع لك اتشوفني في المصر وتشوفني في التامنين باعا من ايه موجود في منتخب مصر ايو مش موجود في منتخب مصر ليس مشكلة خالص زميلينا بيكمل المثيرة احترلنا رجال الثاني بالاجماعه اهم حاجة لهم يوسطونا الهدف اللي احنا عايزين نوصله لو نوصله إن كان كات عالم أو كات أفريكا أما لو هما همش عندهم هدف وما عندهم صح أو ما همش عاستين إن إحنا الفتاة اللي فاتت ما صعبناش كات عالم هما صعبناش كات عالم عشان كان فيه أخطاء كتيرة وهم ما همش يدفروا إن هما يتفادوا الأخطاء دي لهم هتحسن ويمشون معايا؟ أي هما لازم يتفادوا الأخطاء اللي فائدة عشان يوصلوا كات عالم إحنا مقا موجودين حاليا يعني أنت شايف إن فيه أخطاء الفترة الحالية في المنتخب يا كابت نصام؟ لا أنا باتكلمش أنا موش أنا اللي أقول يا الكريم أنا باتكلم عليه إن هما لو ما تقف دوش يعني الأخطاء اللي هي كانت في الماضي في الأجهزة الفنية اللي قابلت كده بدون ذكر أكس لو هما تفادوا الأخطاء وتفادوا الحاجات اللي كان في تحت الفترة لقابلت كده هقولك إحنا نوصل كات عالم ونوصل كات أور أما لو إحنا ما تعلمناش من الماضي والأخطاء اللي قابلت كده نحن كان ممكن ما نوصلش كات عالم ونوصل كات عالم ما رأيك في أحمد الشناوي حارس الأساسي دلوقتي المنتخب مصر؟ والله بص أنا بطس يا كريم أنا الشناوي علاقت بي أنا وأنا وبطنت وشكورها عشان أقيم الشناوي عشان بنتعلم لا بس أنت حارس كبير وخبرة وأعظم من حراس في مصر وفي أفريقيا بيبقى ليك رأي فني طبعاً وبتبع عارف الحارس ده إيه الرأي الفني ده أنا أقول له أنا أرفع السماعة وأ تكلم الشناوي بني وبين معي أم اللي قائم الشناوي مدربه في النادي الآلي في النادي الزمالك أم زي أحترامه اللي كيوم في منطقة مصر كابتن أحمد ناكي ودا ده يحتروا احترامه أم أنا لو أنا عادة قائم الشناوي أرفع السماعة وأكلم الشناوي أم أما كأنا كعسير من حضر الشناوي أب حب الشناوي كحارس مرمى واعتمنله التوفيق واعتمنله النجاح ويكمل مسيرة بتاعت اي حارس مرمى ومش لازم يكون اصلا الحضر يكمل مسيرة مثلا في الزمالك كان عبدالواحد السيد يكمل المسيرة بتاعته وانتقى بمصر الحضر كان موجود وكان موجود في كده نادر السيد وموجود حراس مرمى على يكمل المسيرة فيه شرف اقامي نفي الشيء يكمل المسيرة مفيش مشكلة خالص زي ما قلتاك اما حتة فنية انا دي مقدرشة قائمة مش حكلاك فنيا مش حكلاك فنيا لان انت شايف ان الشناوي هو الانسب دلوقتي هو يعني اللي مفروض يكون فعلا رقم واحد في مصر او هو حارس مصر دلوقتي في الفترة الحالية انا مش بقولك فنيا بقى انا بقولك دلوقتي الشناوي بيلعب شايف ان هو وجوده كحارس الاول في مصر دلوقتي هو ده الصح من خلال رؤية الحضر او وجهة نظر اختصارات بالكلام طبعا هو بيلعب باللوقتي يبقى هم الناس هاتين هو هو اللي يستجد ان يكون منطخب مصر الاول وكان اللي اقول صحوما جهاز الفني بيلعبه صحوما نادل زمالك بيلعبه يبقى هم اللي شايفين كده هو حارس مرمى اللي رقم واحد في منطخب مصر هو حارس لقم واحد في نادل زمالك يبقى هم تفتعت الاجهزة الفنية اللي هي ان كان منطخب مصر او نادل زمالك هم 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 طيب ماشي اخرك برا القصة دي بتزعل لغد الوقت لما بتلاقي لسه جمهور من النادي الاهلي مش نسيلك موضوع سويسرا ونادي سيون والهروب من النادي الاهلي والكلام ده وده مش عارف هل ليه علاقة بالحفلة لسه هكلمك في موضوع الحفلة هل تم دعوتك انا اجاوبك انا اجاوبك علي انا الحمد لله وشك الله انا انا بقولش هبعت ماذب على مستاذ كلها ماشي اه يعني كله هيبقى عنده اي واحد اخونا اي او بريكا او الجمعة او اي 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 او اي لاعن انا انا بابش في اي مكان موقودي الحمد لله بيتكلم اي حفرام بابش اي حد بتكلم كل اللي بتكلم بقوله اي حد والله انا بكلمك فالصعودية وما انفعك اني نجدك انت عامل كنت بعمل عمرة اي يعني مينفعش اجد اي واحد بيقابلني والله 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 اي واحد بيقابلني بيتكلم معايا بقول لي انا تمنى يا كتب حضر يا انت اتكمل في النادي اللي انت بطت في النادي قالي قلت تبقى اما قلت في النادي لاي الحد بلد موضوع ده ما عادش حد بيتكلم فيها كريم ممكن يكون في حد بيتكلم ما هونا بسألك عشان الحفلة اللي جاية وهل تم دعوتك ما تمش دعوتك فعشان كده بفتح معاك كلام في النقطة دي يعني الحفلة اي او كل شيء نفس يمكن ان ا행 thiه الخفلة الحفلة بتاعت النادي الاهلي هيوقع عقد صلة وهيحتفل بالنادي الاكثر تتويجا في العالم انت مش عارف يا قبت العصام ان في حفلة يوم الخميس والله اي معنا هه؟ والله اعظم معنا ما تعرفش يعني ان في حفلة يوم الخميس والله اي عظيم معنا والله اي عظيم معنا وحيتم دعوة يعني معظم النجوم اللي شاركوا في تاريخ النادي الاهلي بص يا كارفة عشان بس نال الموضوع انا هكلم اكليف يعني يعني معروف ان انا نسترجل عشان بستهما نتعال وكل حاجة الان ما تكون معكup اذا انا مش متكلم بالضناعة او انا بقول حاجة جواي. تب لاها فاككون شاة كلم معك خاص اي. النادي الاهل احطابنا ليك ككيان النادي الاهل. النادي الاهل كيانエهبق اموجوض. ماشي? كل الناس ماشي من النادي عندك تغفر من الق mitigate النادي الاهلي ينضي عقد رعاية كبيرة عقد رعاية مع الشركة انا ما عادش اسمها دي حاجة بتصدق للنادي الاهلي ....لcesso متهميش انا كالحظرةiy واكمروه يتمي النادي الاهلي و هو النادي الاهلي عقدني ال احضور ناهدي كبير و جالو رعاية هو فاصد الرعاية شركة اللي انت قولت اسمها الوقتي شركة السنة شركة سانورة دي فازلت بحق الرعاية دي حقاية اكيد ويتها للشركة في النادي الاهلي اكيد برضو عندما سربة. انا مش بكلمك في الشركة و lease prophets. لم انا انا جاي لك. انا شركةس دي مثلا ان الحفلة دي برضو معمولة يعني ان هي بالنادي الاهلي بيحتفل بالنادي الاكثر تتويجا في العالم. يعني ان Lux UK حدها و عزمين من كل جيل او من كل اللعيبة اللي جات في النادي الاهلي المعظم للعبة اللعبت في النادي الاهلي او مسألة النادي الاهلي في البطولات يعني فعشان كده انا بسألك من قиты انا الا عشان كما اناнако عايد اعاد يا جوابن الا حيث انى معزوم في حفلة انا ماش معزوم في حفلة انا اول حاجة اعشلت بانت عسلت الا انا بتاروح حاتا لو كنت اروح حفلة انا عندي كان اسم اسم troublesome ماجد فامي ده يا رجل احتراما ايا حاجة ان انا بروح اروح تليفزيون او اروح حفلة انا لازم اربط درس حكاية لازم اكلم نادي وده دجلة احترمه اوك انه اتكبره ان انا لاي حافل دي قابلي اول شيء ثاني حاج انا لا جاء لي دعوة من الشركة ولا جاء لي دعوة من نادي الالي وزي ما قلتك انا ليه احترم من نادي الالي وانا عمتا انا كده كده اصر ما بروحش حافلات ولا بحضل حافلاتك دي انت اصر حافلاتك بتروحها ما بتشكنيش مش موجود يعني انا حتى لو الشركة هتعمل لي دعوة انا كده هتدند ان ارعفاشل ads跟ني اي نرحب крупطان أما انا دي حاجة تجلب حرة ان انت بقى للشركة او تبقى للنادي الاهلي انهم يعزون مين قد واي ظهون شخص مين دي ماش حاجة هتقصن في عصام الحضري ولا هتزود عصام الحضري ولا هتدي العصام لان نان انا عصام الحضري غني ما انت قولت ايمناء مش مأتزوجين في افريقية نستنى الحاجات دي ولا هبص لها الحاجات دي خالق ولا هبص لأي حاجة ولا هبص لحاجة ان هي تشتتني ان انا الحضري بقى زعلان ان هو مراحش عزم وكذا أو عزم وكذا وما عزموش الحضري كما قلت لك احنا فيه كيان بنحتعمه اما الموضودة انا مش هبصره ولا من بعيد ولا اتقلمه حتى اصلا الموضودة حصل طيب في النهاية بقى تحب تقول ايه كده لودي ديجلا او كفريق ودي ديجلا شايفتم واحد طبوحاتك ايه مع ودي ديجلا السنة دي في بطولة الدورة يا كبناس بص بص عشان نتكلم عن ودي ديجلا انا وكرمت عن ودي ديجلا انا فيه ناس هتتكلم كتير هتقولك عصام الحضري وعشان بلعك ودي ديجلا وحاجات كتير نادي ودي ديجلا احنا طموحنا السنة دي معروف لكل لعبة والمجلس ادارة كلنا والجهاز الفاني ان احنا السنة دي عايزين المربع يفعل دي اول شيء ماشي نادي ودي ديجلا انا كالحضري احترامي النادي الاهلي احترامي النادي الزمالك النادي الوحيد اللي في مصر اللي بيطبع الاحتراميه هو نادي ودي ديجلا ودي ديجلا في كل شيء في كل شيء في كل شيء بص كما هيخطر على بالك في كل شيء نادي اوروبي يعني نادي بص يا بص بص اكيما انت قلت الكلمة لما انا قلت الكلمة انت انت باكتن انا عارف بص انت لما بيطلع منك انت كعصام الحضري او لاعف ودي ديجلا ادي حاجة تانية انا لما اقول كده تبقى انت نفس الحكاية كريم مقتنع معايا بنفس الحوار لاني نادي مفيش لاعب في النادي حاسن ان هو بلعب في ناديه ولا بلعب في نادي احترافية نادي محترف نادي عنده استقرار نادي عنده نظام نادي عنده كل لوائح متطبع على كل واحد العامل عامل مدرك مدرك مجلس برا مجلس اللاعب لعيد كل حاجة في النادي ماشي دي حاجة بتحسب لمست الماجد ثاني ازجاد على مجلس برا مستعزم الماخيرة حاجة بتحسب الناس مش عايز اقول لك بس اما ده موانتلك ان شاء الله ان شاء الله يعني في خلال سنتين ان شاء الله يكون لدي ديجلة ده بينافس بينافس بينافسو على دول هكذا عيسام الحضري عيز يبطل في ودي ديجلة ولا عنده تموح منك يروح نادي تاني بعد انتهاء عقده لا لا انا انا ان شاء الله يعني الحمد لله شوك الله حبوظ معادي وادي وججلة وإن شاء الله حبطل في نادي وبنية ودي وججلة.. إن شاء الله ربنا ما اجيبش اي حاجة أحشاء إن شاء الله مسيل تتاسل تفسي بأسنيادي وبنية وججلة. لإني أنا عندي أهداف وعند توماهات حتى بعد ح hayır قبطل كرة معادي البنية لكن شاء الله هتتشتغل في التدريب، ولا في الإدارة أو ما ضاء T24 كرة وبنستمتع بيك دايما ان السنة فات كنت عامل موسم رائع مع النادي الاسماعيلي السنة دي البداية كمان قوية جدا لودي ديجلة في اول خمس مطشاط فعايزين نستمتع بيك دايما كده كابتن عصان وانت وانت والله مش مش حاجة يعني مش حاجة بجاملك فيها انت مسال دايما للاعب كرة القدم اللي بيحافظ على صحته واللي بيتمرن كويس جدا واللي مش فارق معه العمر رغم ان العمر او السن تا طبعا حاجة اه يعني بتاعت ربنا او حاجة غصبا عن البني ادم لكن انت بتعمل المعادلة الصعبة بتحافظ على مستواك بتحافظ على اسم عصام الحضري ودي حاجة رائعة دايما يعني ساعات ناس تقول ايه يا عم بطل بقى خلاص عشان ما ما تخليش شكلك وحش وانت بتوطع كان عصام الحضري كل اللي ما بيكبر اول احنا انا بشوف انا بتفرج مع مطشاط وبنشوف كل ما ما شاء الله بتكبر وبتزداد خبرة اكبر وبتلعب بدمغ دلوقتي اكتر من من الجسد وبتحافظ على تمرينك يعني بيقول لي برضو بسأل انا بيقول لي احساب الحضري بيتمرن اكنه ناشئ الصغير عنده 17-18 سنة والله يا كريم اللي عايز يشوف زي ما قلت لك دي حاجة من عند ربنا واللي عايز يشوف يجي نشوف احنا بنشتغل ازاي بنتمر ازاي بنحافظ على نفسنا ازاي اه حاجة بتحسب طبعا لكافة الفكرة صالح زمائل طبعا اللي موجودين معايا اه ان مش عايز اقول لك والله انت عارف اكثر يعني ما اقول لك ان انا عاد اتكلم انت عارف بنفسك وليك عينين والناس كلها اكيد بيتكلمك وزي الوقت نتمنى ان ربنا يتكلمنا وزي ما قلت لك انا مفيش عندي حاجات بتشافتني مفيش حاجة بتزعلني ما بقدرش عزع من حاجة ولما بكون زعلاء بطلع اه يعني معارضة يعني بلد جامس زمان تفاهم بلد جامس الموضوع الموضوع اللي احنا كلها اتكلمنا فادي كلها مفيش حاجة اه كواز ان احنا وضحنا للنفس كلها كواز ان احنا اتكلمنا مفيش اي مشكلة عندنا خالص نتمنى زي ما قلت لك ان اه ان ربنا يدينا طبط العمر ونضع على عندنا هدف واحد زي ما قلت لك ان ربنا يكبنا ونبان بشكل فويس والسنة دي ننهي في مربع الزهد ان شاء الله تمام مشكرك كابتن وامرة مقبولة ان شاء الله اه الله يخليك اللي حبيبي يا حبيبي يا كابتن عصام طبعا عصام الحضري بالارقام موسيقى موسيقى